مجزو الأخبار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم جدد رئيس الوزراء دكتور معين عبد المالك في قاته في استمرار الدور الصيني الفاعل على المستوى الثنائي أو عبر الأطر الدولية ممثلة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن بممارسة مزيد من الضغوط على ميليشيا الحوثي وداعمها في طهران للاستجابة لجهود الحل السياسي وتطبيق المرجعيات الثلاث وأشهد الرئيس الوزراء خلال اتصال هاتفين أجراه مع السفير الصيني لدى بلادنا كانج يونغ بالدعم الصيني المستمر للحكومة اليمنية الشرعية وحرصها على بذل كل الجهود من أجل إحلال السلام وإعادة الأمن والاستقرار للشعب اليمني وجرى خلال الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في ضوء التصعيد الأخير لميليشيا الحوثي وجرائمها ضد المدنيين والنازحين في مأرب ورفضها لكل الدعوات الأممية والدولية لوقف عدوانها وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك وزارة الأشغال العامة والطرق والسلطة المحلية بمحافظة تعز بسرعة البدء في تنفيذ مشروع صيانة طريق التربة تعز إضافة إلى استكمال إعادة تأهيل طريق هيجة العبد الاستراتيجي الذي يربط محافظة تعز بالعاصمة المؤقتة عدن وطريق الصحة كربا كما وجه رئيس الوزراء خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن وزير الأشغال العامة والطرق مانع بن يمين ومحافظ تعز نبيل شمسان بالتسريع بتنفيذ الصيانة وإصلاح الطرق الداخلية في مركز محافظة تعز ومركز مدينة التربة عبر صندوق صيانة الطرق وإعداد الدراسات واقتراح التدخلات لإنجاز مشاريع الطرق الاستراتيجية الحيوية الأخرى ومنها شق وسفلتة طريق الأقروض بما يساعد على تخفيف معاناة المواطنين وتسهيل حركة التنقل ونقل البضائع والمشتقات النفطية وتوفيرها بأسعار مناسبة بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك في اتصال هاتفين مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرودنبرغ الوضع المأساوية في مديرية العبدية بمحافظة مأرب التي يتعرض سكانها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها الميليشيات الحوثية وأكد وزير الخارجية أن الميليشيات الحوثية ترتكب جرائم انتقامية بحق المدنيين والجرحة داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الحريص على السلام ليتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لإنهاء هذه الجرائم وإنقاذ المدنيين من جانبه أكد المبعوث الأممي أهمية إنهاء العنف في اليمن والدخول في عملية سياسية شاملة تنهي الحرب والمعاناة الإنسانية وتعيد الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة لقي العشرات من عناصر ميليشيات الحوثية الإنقلابية مصرعهم وأصيب عشرات آخر بمواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات جنوب مأرب وأكد مصدر عسكري مصرع العشرات من عناصر ميليشيات الحوثية الإنقلابية في مختلف جبهات جنوب المحافظة بنيران أبطال الجيش والمقاومة الشعبية بينهم القيادي المنتحل صفة نائب رئيس هيئة الأركان الحوثية المدعو أبو صالح المداني الذي قتل مع عدد من مرافقه في جبهات القتال جنوب مأرب والمنتحل صفة قائد قوات الاحتياط في حراسة المنشآت التابعة للميليشيات الحوثية المدعو محمد البنوس والذي لقي مصرعه في الجبهة ذاتها أعلنت قوات الجيش الوطني كسر محاولة التسلل نفذتها ميليشي الحوثية الإنقلابية جنوب شرقي تعز ضمن المحاولة الفاشلة التي تحاول خلالها الميليشيات التسلل إلى مواقع قوات الجيش والمقاومة وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي لمحور تعز أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة كسرت محاولة التسلل لعناصر ميليشي الحوثي هي الثانية تخلال 24 ساعة إلى موقع الرضعة بجبهة الأقروض وأضاف المصدر العسكري أن قوات الجيش كبدت ميليشي الحوثي خسائر فادحات وأجبرت عناصرها على التراجع والفرار إلى هنا ينتهي المجز في أمان الله